من المزاعم الاسرائيلية الى تطورات الوضع الحكومي مواضيع حضرت في لقاء الاربعاء النيابي حيث امل رئيس مجلس نواب نبيه بري ان تنتهي المشاورات والاتصالات الجارية والتي يقوم بها رئيس الجمهورية الى تأليف الحكومة قريبا وجدد التأكيد اننا في حاجة الى حكومة منسجمة متآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعود قافة وقال بري ان هناك افكار عديدة تطرح على صعيد عدد اعضاء الحكومة لتوفير العناصر التي تساعد على ولادتها وتجاوز العقد التي تواجهها حتى الان وعن مزاعم اسرائيل حول الانفاق جدد الرئيس بري القول اننا ما زلنا ننتظر الاحداثيات ولم يصل الينا شيء من هذا القبيل وحيى الرئيس بري وطنية وحيوية ابناء الجنوب وتمسكهم بارضهم وسيادة كل شبر منها في وجه الاعتداءات والاطماع الاسرائيلية فيما يتعلق بموضوع الحكومة اكيد هناك جملة متعددة متنوعة من الافكار التي طرحت خلال الايام الماضية ودولة الرئيس نبي بري متفائل بامكانية التوصل الى حل قريب للموضوع الحكومي ووضع الزملاء النواب في اجواء الاخيرة التي حصلت من سلسلة اللقاءات التي عقدها فقامة رئيس الجمهورية والتي ما زالة يعقدها مع القوى والكتل البرلمانية والشخصيات الرسمية بناء عشور رئيس بري متفائل بولادة قريبة لله رئيس بري متفائل لانه هناك جدية الان في التعاطي مع هذا الملاب فقامت رئيس الجمهورية مارس باليومين الماضيين مسئولية وطنية كبرى في مقاربة هذا الملاب والتأم مع كل الشخصيات وبعتاد انا انه هيدا الموضوع وصل للذروة مفترض انه حدا ينزل من على هذه الشجرة وفي عين التيني الرئيس ناجيب مقاتي الذي اشار الا انه لاحظ لدى الرئيس بري تفاؤلا حذرا بالمشاورات القائمة في شأن تشكيل الحكومة حتى الان هذا الحذر شرعي وطبيعي واطلعني على النقاط اللي هو عنده خوف منها ولكن كلنا امل انه نتخلى عن العناد وعن المكابرة اللي حاصلة اليوم وانه تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن نحن بحاجة للحكومة خلص كفى بقى هالصراعات صراع نفوذ وغزوية طواقف ومحاصصة بالمزاهب خلص كفى لازم نحن نشكل الحكومة وهالحكومة تكون حكومة للعمل بأسرع وقت ممكن رئيس وزارة المكلف مش مدبر منزل رئيس وزارة المكلف عنده صلاحيات انه يبني فريق العمل اللي بده اياه ويقدر انه يشتغل هوية حتما انا بتساهم بموضوع التسهيل موضوع الحكومة بكل ما اديت من قوة ولكن هذا الموضوع مرهون بيد رئيس الحكومة المكلف لكي يختار من يشاء من الوزراء ميقاتي قال ردا على السؤال العناد والمكابرة موجودان لدى كل فريق وعندما يقول احدهم انا اريد هذا العدد من الوزراء وهذه الحقائب فهذا يعني ان ما يحصل لا يخدم تسهيل تشكيل الحكومة الحكومة يجب تسهيل تشكيلها